موسيقى مرحبا بكم مشاهدنا الكرام إلى حلقة جديدة من كوشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين المشاهد نت الحسيون يحاكمون أعضاء البرلمان المشاركين في اجتماع سيئون بتهمة الخيانة العظمى المصدر أولاين لماذا يزداد تدفق المهاجرين الأفارقة إلى اليمن رغم الحرب موسيقى ومن أخبارنا المنوعة غريلتان تقفان لالتقاط صورة السلف مع منقذيهما أهلا بعد إعلانهم محاكمة الرئيس هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك ومن بعدهم الرئيس الأمريكي ترامب هاهم الحسيون يواصلون مسلسل محاكماتهم كما قال موقع المصدر أولاين ويعلنون بدء إجراءات محاكمة أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اجتماع البرلمان في مدينة سيئون بحضر موت وبحسب مذكرة وجهتها نيابة الجزائية المتخصصة الخضعة لسيطرة الحتيين إلى رئيس جهاز الأمن السياسي بتاريخ السادس عشر من إبريل الجاري اعتبرت الجماعة حضور جلسة البرلمان في سيئون جريمة ومساسا بسلامة واستقلال أراضي الجمهورية وتخابرا وإعانة للعدو واستندت النيابة إلى بلاغ تقدم به المحامي عبد الوهاب الخيل طالب فيه بتحريك الدعاوى الجزائية ضد الأعضاء بتهمة خرق الدستور والخيان العظمى وحجز أموالهم تمهيدا لمصادرتها ووجهت النيابة الخاضعة للحثيين رئيس جهاز الأمن السياسي بسرعة إعداد ملفات محاضر وجمع استدلالات للأعضاء المشاركين في جلسة سيئون وإحالتها إلى النيابة ليتسنى استكمال الإجراءات بحقهم الموت المخفي على شكل عبوات يزداد في اليمن كما ذكر موقع الموقع بوست خاصة مع قيام ميليشيا الحوثي بزرعها في كل مكان تسيطر عليه أو حتى تندحر منه وبإحصائية لمنظمة هيومن راية سواج فإن الألغام الأرضية المزرعة في الأراضي والأبار والطرق قتلت 140 مدنيا على الأقل بينهم 19 طفلا في محافظتي الحديدة وتعز منذ العام 2018 كما أن استخدام الميليشيا الواسع للألغام الأرضية على طول الساحل الغربي لليمن منذ منتصف 2017 أدى إلى قتل وجرح مئة المدنيين ومنع منظمة الإغاثة من الوصول إلى المجتمعات الضعيفة بحسب تعبير المنظمة وأشارت أيضا إلى أن الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع منعت المنظمات الإنسانية من الوصول إلى السكان المحتاجين وألحقت الأذى بالمدنيين الذين يحاولون العودة إلى ديارهم وبالإضافة إلى زرع الألغام الأرضية المضادة للأفراد قامت هيومن رايتس أنها أو قالت هيومن رايتس أنها وجدت أدلة على زراعة جماعة الحوثي لألغام مضادة للمركبات في مناطق مدنية وأيضا أجهزة متفجرة يدوية الصنع مموهة على شكل سخور أو جذوع أججار هل يعاود بناء المشهد بمعارك أو يعاد بناء المشهد بمعارك يختارها الحوثيون؟ يتسأل ياسين سعيد نعمان في صفحاته على الفيسبوك ثم يجيب كل التجارب مع جماعة الحوثي بدءا من البحث عن مشروع الحياة والسلام والعيش المشترك والمواطنة مرورا بما تخلل الحرب التي فجروها لنسف هذا المشروع التاريخي حتى اتفاق ستوك هولم استضمت بحقيقة أن هذه الجماعة هي نقيض كلي لقيم الدولة ولقيم التعايش أي أن تكوينها وأديولوجيتها طاردان للدولة اليوم وبعد كل هذه التجارب وما يشهده الوضع على الأرض من تغيرات ناشئة عن تجميد المعارك الكبيرة وكيف استغل الانقلابيون ذلك ليحركوا آليتهم العسكرية لقمع المقاومة والانتفاضات في مناطق سيطرتهم وما دونها من أرض كانت قد تحررت بمقاومة أبنائها الأبطال لا بد من التأكيد على أن هذه المعارك الصغيرة مع الانقلابيين الحوثيين لا يمكن مواجهتها إلا باستعادة العمل باستراتيجية المواجهة الشاملة مع الانقلاب لا يجب أن يترك الأمر على هذا المنوال الذي يختار فيه الانقلابيون معاركهم من حيث المكان والزمان وتحديد طبيعة ومستوى المعركة ويختارون في ضوئها السلام الذي يروق لهم الحرب خيارهم والسلام هو خيار الدولة هم يحمون خيار الحرب بالحديث عن سلام لا يؤمنون به من حيث المبدأ وعلى الدولة أن تحمي خيار السلام بما يتفق والحاجة إلى فرض هذا السلام واستعادة الدولة أمام هذا الوضع لا بد من إعادة رسم استراتيجية المواجهة مع عصابة لا تعنيها الدولة في شيء وذلك على قاعدة المواجهة الشاملة حتى لا يصبح تجميد الجبهات الأساسية مكافأة تعطيها القوة الكافية لخوضها المعارك الصغيرة وعلى هذا النحو الذي يمنحها انتصارات تستعيد بها معنوياتها المنهارة بالقرب من جولة القاهرة في مدرية الشيخ عثمان بعدن كما يصف موقع المشاهد نت يفترش الأرض الثلاثيني عبدي إلى جوار العشرات من زملائه المهاجرين الأفارقة وأصل هؤلاء الشبان الأفارقة الذين قدموا عبر السواحل اليمنية إلى مدينة عدن تعود إلى شعب الأروم الأفريقي بحسب عبدي الذي يتحدث العربية بصعوبة مؤخرا ازداد عدد المهاجرين الأفارقة المتدفقين إلى مدينة عدن لكن لماذا يأتون بهذه الأعداد الكبيرة إلى بلد يشهد حربا منذ أربعة سنوات ويعيش أغلب سكانه على حافة المجاعة يرد عبدي على هذا التساؤل بالقول أنا وأقراني نريد المرور إلى المملكة العربية السعودية في حال عدم تمكننا من إيجاد عمل في اليمن لكنه وبحسب الموقع لم يوضح كيفية دخوله غير الشرعي مع رفاقه عبر الحدود اليمنية السعودية رغم حالة الحرب والتوتر الأمني في المناطق الحدودية انتشار المهاجرين بهذه الكثافة أثار ارتياب السلطات الأمنية في عدن ما جعلها تقوم بحملة أمنية لضبط المهاجرين الأفارقة في 20 إبريل الجاري تحدث موقع عدن الغد عن أن ميليشيا الحوثي منعت طالبات كلية الإعلام في جامعة صنعام الجلوس في ساحة الكلية تحت ذريعة محاربة الاختلاط مصادر طلابية قالت أن عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية أجبرت الطالبات على دخول مبنى كلية الإعلام تحت ذريعة المحافظة على الآداب ومنع الاختلاط كما هددوا الطالبات باتخاذ إجراءات مشددة في حال عدم الاستجابة منذ أشهر وميليشيا الحوثي تشن حملة لملاحقة الطلاب والطالبات تحت مبررات محاربة الاختلاط والمحافظة على الأدب كما كان آخرها إقدامهم على ضرب أحد الطلاب والاعتداء عليه في كلية التجارة بحجة حديثه مع زميلته داخل الكلية الكارثة الإنسانية التي يعيشها غالبية اليمنيين منذ سنوات ليست عنوانا عابرا في التطورات بل هي الحقيقة الأقصى التي يعيشها الملايين ليلا نهارا غير أن المعلومات التي تتكشف من حين إلى آخر بشأن تجارة المساعدات أو شبهات الفساد بتوزيع المعونات الإغاثية تمثل فصلا آخر من الاستغلال وتتطلب وقفة جادة كان هذا جزءا من مقال للكاتب عادل الأحمد في صحيفة العربي الجديد قال فيه يعيش الثلثال يمنيين الذين يبلغ عددهم 30 مليون إنسان في أوضاع إنسانية صعبة منذ سنوات ولا يروق لهم أن يكونوا مجرد مستحق معونات في تصريحات المسؤولين دوليين غير أن الحرب جاءت لتحول حياتهم إلى جحيم بين ملايين فقدوا مصادر رزقهم وآخرين لم يتأثروا بارتفاع الأسعار وتراجع فرص الحصول على معيشة في ظل الاقتصاد الذي يقف على حافة الانهيار ولا جدال في أن المسؤولية تقع على جميع الأطراف الفاعلة بالأزمة في اليمن محليا وإقليميا من الحوثيين والحكومة الشرعية والتحالف وصولا إلى مختلف الدول الفاعلة بصورة غير مباشرة التي ترتفع أصواتها من حين لآخر تجاه الأزمة الإنسانية في اليمن إلا أن التحرك أحيانا ما يكون مرتبطا بأجندة سياسية لا ترقى إلى جهود تساعد عدى الحل الجذري والناجع للأزمة في البلاد ومع ذلك فإن المؤسف في السياق أن الأزمة الإنسانية ذاتها تحولت إلى ما يشبه تجارة لنافذين في الداخل وفي المنظمات إلى جانب محاولة بعض الأطراف جعلها ورقة سياسية لا تراعي أزمة المواطن اليمني الذي يعيش في أصعب الظروف المادية والصحية لا يمكنكم إقالتي بهذه الكلمات تحدى الرئيس ترامب أعضاء الكونجرس بعد أن انتهى إليه تقرير روبرت مولو الذي تولى التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية عام 2016 واحتمال تواطئها مع حملة الرئيس كما تقول صحيفة الحياة وكتب ترامب على تويتر فقط الجرائم الكبرى والجناح يمكن أن تؤدي إلى إجراءات عزل لم تكن هناك جرائم مني لا تواطئ ولا عرقلة لذلك لا يمكنكم إقالتي وأضافه الديمقراطيون هم من ارتكبوا جرائم لرئيسكم الجمهوري التقرير خالص إلى أن حملة ترامب استفادت من قرصنة روسيا لرسائل إلكترونية خاصة بالحزب الديمقراطي نشرها موقع وكالكس عام 2016 لإذاء المرشحة الرئاسية أنذاك هيليري كلونتون وتابع التقرير أن الرئيس ترامب حاول عرقلة عمل مولر بإقالته مدير مكتب تحقيقات الفيدرالي جيمس كومي ومطالبته بعزل المدعي الخاص الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب يمتنعون حتى الآن عن إطلاق تدابير لعزل ترامب لكن لجانا نافذة في المجلس تخطط للتحقيق في شكل أوسع بالملف وتسعى للحصول على تقرير مولر كاملا بما فيه من فقرات حجبت لأسباب أمنية وقانونية وقد تتعلم الشعوب أيضا عنوان لافت للكاتب عمر حمزاوي لمقاله المنشور في صحيفة القدس العربي قال فيه قد تتوقف الشعوب مرحليا عن طلب الحرية تحت ضغط الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وقد يساوم المواطنون على حقوقهم السياسية نظير الوعد بتحسين ظروفهم المعيشية يحدث ذلك في منطقتنا العربية وقريبا منها وبعيدا عنها حين يشوه وعي الناس بحيث يخلطون بين طلب الحرية وبين خطري الفوضى وغياب الاستقرار وحين تتمكن حكومات غير دموقراطية من توظيف الخوف لبعاد المواطن عن شؤون السياسة وقضايا الحقوق ودفعه إلى قبول الأمر الواقع في منطقتنا العربية دللت التجارب السلبية لبلدان الاتفاضات الديمقراطية عام 2011 على استحالة التخلص من السلطوية هنا والاستبداد هناك في غضون سنوات قليلة وكذلك على استعداد قطاعات شعبية مؤثرة للانسحاب من طلب الحرية والالتفاف مجددا حول حكومات تعد بالخبز والأمن والاستقرار بينما هي تسفه من حقوق الناس السياسية وتعلمهم باستحالة التداول السلمي للسلطة هنا وتهددهم بالعنف والقامع المنهجين هناك في منطقتنا العربية اكتشفت بلدان الاتفاضات الديمقراطية عام 2011 من جهة أن الدساتير والقوانين لا تشكل الضمانات النهائية للحريات والحقوق وأنها تظل إما سهلة التغيير والتعديل وفقا لرغبات الحكومات أو مجرد واجهات خالية من المضمون ومحدودة التأثير خروج الناس في الجزائر والسودان 2019 جاء ليدلل على قدرة شعوب المنطقة العربية على التعلم من التجارب السلبية لبلدان الاتفاضات الديمقراطية عام 2011 تقف الغريلات لالتقاط الصورة ثم يقومن باتخاذ وضعية السلفي وقد تم توثيق هذه اللحظة وكما نقلت البي بي سي عن محميات للغريلات في إحدى الحدائق بجمهورية الكونغو حيث لقيت غريلتان رعاية خاصة بعد قتل صيادين غير شرعين لأبويهما نائب مدير الحديقة قال للبي بي سي الغريلتان تعلمت تقليد الحارسين الذين اعتنيا بهما منذ العثور عليهما وتظن الغريلتان أنهما أبويهما ويضيف كان مدهشا أن نراهما تقفان على ساقين تقليدا للحارسين كان الأمر مضحكا للغاية فكم هو مثير للفضول رؤية غريلة تستطيع تقليد الإنسان والوقوف على ساقين تقول البي بي سي الغريلتان نقلتا إلى مصحة في محمية فيرونغا وهما تعيشان هناك منذ ذلك الحين تنشر صحيفة الجارديان البريطانية صورا عن المناسبة الأشهر في المكسيك وهي يوم الموتة حيث يعتقد المكسيكيون أن موتهم في هذا اليوم يعودون إلى منازلهم فيعدون لهم أطيب المأكلات خاصة تلك الأطباق والصحون التي كان يحبها الميت بعض من مظاهر احتفال المكسيكيين بيوم الموتة تشاهدونها في هذه الصور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نظر أخرى تكفي فيها الرسمة للتعبير عن آلاف الكلمات حول مختلف القضايا يقدمها لنا رسام الكريكاتير موتابا اشتركوا في القناة بهذه مجموعة الصور والرسوم نصل إلى ختم حلقة اليوم شكرا على المتابعة وإلى اللقاء